صباح الخير ما ردش لحاجة بتاعتي انا وما حدش يقدر يبورني على الكلام او الرد الله 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 في ايه اولاد رامي ورانيا بيتخنقوا مع بعض وعالصبح كمان اسأل يا مام بصبع عليه مش عايز يرد مش عارف ايه اللي حصل له كده عالصبح ملك يا رام ملك حبيب زعلان من ايه من زعلان بلاش زعلان مش مبسوط ليه يعني لازم اكون مبسوط يعني اضحك على طول اضحك من غير سبب الله وبعدين يا رام ماما ما قالتش كده والمفروض انت ترد الصباحة لأختي حاضر صباح النور يا ست رانيا الزهر انه ما اخدش كفايته في النوم اللي ما ياخدش كفايته في النوم يزحى دايما الصبح شبه رامي يلا يا رام يلا روح اخسل وشك روق نفسك كده وفاو انت تبعه عالي يلا وبعد كده تفتروا وتفكروا في زهرة النهارده يلا مين ده معقول ده رامي ياه ده الوحي بيبقى شاك لوحش قوي هو مكشر انا اضحك اه 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 معقولة يا رامي هاللي بتعملوا ده تضحك لوحدك في المراية؟ بحاوض خمس زقائية اللي عطوا مكشرة ياه ده الواحد لمروحه مكشرة وقشرة لوحش قوي صدقه نعرفتش نفسي ولا احنا كمان عرفناك عشان تعرف بقى يا سي رامي ان حلقات اجمل ظهور اللي حطلك كل مرة ظهرة جميلة ويا ريت كمان تحتافز بيها جوه قلبك على طول عارف النهاردة ظهرتنا هتكون عن ايه؟ عن ايه؟ عن المرح انا جاي النهاردة عامل تفتيش مين مكشرة؟ مين مش مبتسم؟ نعم لا 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 كله جميل ومبتسم وعشر على عشر عارفين يا ولاد؟ انا مر قرأت موضوع حصل في امريكا لما هحكي لكم الموضوع ده لانه غريب جدا ضروري ضروري بعد ما تسمعوه هتبقوا مريحين ومبسوطين على طول بعد اذنك يا استاد ابو زهرة ممكن احكي؟ اوي 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 اتفضل يا ماما ناكم باختصار كده كان في واحدة مرضعة في مستشفى والمرضعة هي الست اللي بتردع الاطفال الصغيرين اللي لسه مولودين اللي مامتهم الحقيقية مبتقدرش تردحهم طبعا لظروف صحية او طبية لاحظت دكاترة في المستشفى دي ان كل الاطفال اللي بتردحهم المرضعة دي بالذات بيخسوا وبينحفوا والاخر بيموتوا صباح الخير يا دكتور علان صباح النور يا دكتور يؤسفني ابلغك ان فيه طفل رضيع ماد دلوقتي وايه سبب الوفاء؟ ضعفه زال لكن الظاهرة الغريبة ان مرضعة الطفل ده كاري كاري؟ ده تاني طفلي يموت منها انا بعت اعمل تحليل لدم ولبن المرضعة دي لو سمحت يا دكتور ابقى هاتلي النتيجة فورا حضر يا دكتور اف اف حاجة تزهق حاجة تطهق عيشة بقت تقرف اف يا سلام عليك يا كاري دايما انتم فوخي كده؟ هو انا بس يعني كنت موت الولد اسمته كده؟ هو انا عيانة؟ هو انا فيي حاجة اف؟ ما عليش ماذا عليش نفسي ده إجراء لازم يعملوه أنا مش عارفة بس إمتى ربنا حيتوب على الواحد من الشغلانة دي ولا حتى يتوب عليه من الدنيا كلها تي حاجة بقت تطهق حاجة بقت تزهق اف يا سلام عليك يا كاري مش معقول دايماً سخطى بالطريقة دي اللي عمري ما شفتك بتبتسمي أو حتى بتتحكي تقدري تقوليلي بقى فيها إيه الدنيا عشان أتحك لها ولا حتى تبسم لها يا ستي بيقولوا اتحك للدنيا تتحك لك اتحك لها اتحك لها على إيه اتحك لها على إيه بس اف التقرير بيقول إن الممرضة كاري سليمة تماماً وما فيهاش أي مرض غريبة يمكن صدفة رأيك إيه؟ أنا رأيي نبعدها عن وظيفتها لا مدام ما فيش أي حاجة تثبت إنها غير صالحة مفيش داعي إننا نبعدها مش عايزة تردع اف عيشة الزهق اف غلبتني وطهياتني في عشتي اف مش معاوي كده يا كاري اف اف دي مش هتخليها تردع انت عايزة تفاهميني يعني إن هي فاهمة كلمة اف اللي بقولها دي معناها ايه؟ هاتي بس 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 هاتي بس يروعي بس يا كاري يا كاري الطفل بيحس بكل حاجة بكرة تكبر وتزهق وتقرف من الدنيا وتقول اف برضو دكتور إيلن في طفل تالت مات وكاري برضو اللي كانت بتردع ايه؟ اه طيب اه ابعدها فورا عن الوظيفة دي ولازم نكتشف السر اللي في المسألة دي دلوقتي خلصنا كل التحاليل والإشعات اف اف لو سمحت الديني شريحة زجاجية تفضل حط دي قدام بقك وقولي اف نعم قولي اف اللي عملت قوليها على طول دي علشان ايه؟ علشان هنحل القف دي بس سمحت عايزها بغز قوي لا اتطمن أنا حقيقة تملي متغازة بس مش هكون متغازة زي النهاردة اف شيء غريب فعلا مادة سامة على الشريحة الزجاجية وطبعا كانت كل ما بتقول اف دي كان بيطلع سم الغضب اللي جواها فيستنشقوا الطفل وبالتدريج يخس ويضعف وانت فعلا الغضب والحقب بيعملوا سم في جسم الإنسان صحيح المثل قائل لا تجعل الشمس تغرب على غيزك أظن بقى بعد ما كلكم شفتوا التمثيلية دي مفيش حد أبدا أبدا حيزعل ولا حد أبدا أبدا حيقول نابليون بونا برد كان قائد شخصيته قوية قوية صارم قاسم لكن اللي ابتسامة والضحكة الخفيفة خلته يعفو عن جندي أخطأ خطأ كبير جدا جوندي من جنود نابليون يبيع سيف ويحط مكانه ستخشب ده ما حصل يا فندم اسمع هتقولي فورا وما تقوليش اي حاجة عن الموضوع حاضر يا فندم افادر اسمع انا قررت اعطي راسك لعم يا فندم انا ناتو اليوم بونابارد قررت قطع راسك الان ليه يا فندم انا غلط في ايه عمالتي ايه انا قررت وانتهى الامر ولا تنفيذ حالا يا فندم بس افهم انا غلطتي ايه شش اسكت ولا كلمة الجون دي ديمتر يا فندم انا 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 قررت 100% ما لابسه مضيفة سلاحه بيلمع وعمره ما خاد جزء متشكل يا فندم متشكل جدا يا فندم ارتكب غلطة فضيعة جدا يا ديمتري بقى انا حتى اصدرت قراري بقطع رقابته بالسيف يا فندم يا فندم اعرف بس انا غلطتي ايه شش اسكت يا فندم انا طول عمري في خدمة ساعتك وعمري ما غلطت في ساعتك وعايزك انت يا ديمتري تنفذ فيه حكم الاعدام بقطع راسه بالسيف ودلوقتي حالا امرك يا فندم يلا نفذ تسمح لي بكلمة يا فندم هم؟ هقول الجندي ده معروف عنه الامانة والاخلاص يا فندم ديمتري انت هتعترض على اوامري لا ابدا يا فندم انا ببعترضش ولا حاجة الجندي ده يبقى غلطان مادام حضرتك قلت انه غلطان واه احنا بنستسمحك انك تعفو عنه يا قائدنا العظيم اذا ما نفذتش اوامري فورا حاقمر بقطع راسك انت امرك يا فندم هنفذ امرك بس اقطع راسه فين؟ هم؟ هنا على الكرسي ده انا بريق 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 يا سلت القائد بريق يلا يا ديمتري ديمتري نفذ الامر امرك يا فندم يا رب اذا كان الجندي ده بريق حول السيف الحديد اللي في جرابي لسيف خشب الحنده لله الحنده لله طلع بريق يا فندم طلع بريق السيف الحديد اللي في جرابي اتحول وبقى حدة خشب هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ادرت بس ادحكني يعني انا انا مغلطش ما عملتش حاجة لا طبعا انت لسه ما فهمتش اللعبة ولا ايه هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها يلا يا جماعة يلا احنا جاهزين بالفقرة الجاية يا استاذ اشرب دي احضر امكل ابو زهرة هو حضرتك هتمثل دور النهاردة النهاردة همثل دور سلطان السلطان ده كان عايش في قصر هو وبنته له بنت وحيدة جميلة مهزبة متعلمة وكان كل شبان البلد يتمنوا يتجوزوها بس ابوها السلطان كان بيشترط على العريس اللي يتقدم لها انه يعيش عنده في القصر اسبوع وفي الاسبوع ده بقى لا يغضب ولا يكشر ولا يزعل ابدا طب واذا حصل ان ازعلت او كشرط يحصل ايه؟ ما تتجوزش بنتي واعطى حتها من مناخير ايه مناخير ايه؟ الشرط كده خايف ما تدخلش المسابق لا عنقزك سعدت السلطان انا منساحب انا منساحب وفعدين يا سعدت السلطان ده خامس عريس يتقدم لنا واسعدتك ترفضه اه اه؟ امه العيزان اجوزها الواحد كشر مع اندوش مرخ عشان يتعسها طول عمرها اه في شاب عايزي قابل جنابك يا سعدت السلطان شاب، هو في شاب قادر يصمد اسبوع من غير ما يغضب ولا يصور قاني! قاني أقضر! مش أسبوع! لأ! شهر! وإذا حبيت سنة بحالي! انت مين؟ قاني! قاني كاغر! فلاح كده فعيرة عندي حالي يعني! والسعي تتجرأ وتتقدم للجواز من بنتي! ما هو ساعدتك ما قلتش ان انت عايزه اغن! ساعدتك قلت انه يكون سعيد ومرح ويقعد اسبوع بحاله من غير ما يغلق! وانت تقدر على كده؟ بإذن الله! بس لو ما صمتش هقطع حتة من منخيرك! واني كمان يا ساعدت السلطان لي يا شرط صغير! شرط ايه؟ يعني بقول يعني لو في خلال الاسبوع تان حضرتك يعني لو زعيدت او غضت قاطع حتة من منخيرك! ها؟ ليه؟ ليه؟ هو ده العادل يا ساعدت السلطان! ساعدتك عايز جزء بنتك يبقى كله مرح وسعادة! فلازم يعني حضرتك برضو تكون عندك مرح وسعادة وكلنا كده نبقى مريحين! ها 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 ها! عموما الشرط ده ما يخوفنيش! ده أنا سلطان المرحة! موافق! يلا بطيل التنفيذ! روح! روح اشتغل مع الفلاحين في الأرض! حاضر! حاضر يا جريم السلطان حاضر! السلطان بعتلكم الأكل ده! تاكلوا منه كلكم! ما عدا الفلاح اللي اسمه كافر! اه سيه؟ ما عدا نيه؟ أوامر السلطان! ميه؟ 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 انت ملكش عندي أجر النهاردة! ها 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 ها! ليه يا سعد السلطان؟ شغلك ما عجبنيش! ما عليش! بكرا يتحسن ويبقى على الأكل! ايه؟ زعلان؟ ها 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 ها! هو سعدت السلطان يقول حاجة تزعل! ابدا! ها ها! ساموا عليكم! هه! اهلا 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 ستة حالي بقى! حاسب؟ عتم قد من حيتي وانت بلبسك ده? هيا ستة حالي.. هم؟ اهلا اهلا بستة لكل! اهلا بعروسوتنا الحلوة اهلا اهلا! اه.. بقول ليا ستة حالي! اسم اه ده؟ وانت مالك! ايه مصعيح؟ والله العظيم لك يا ها طبعاً يا مالياني كان يسخيف اوي 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 بس 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 يا جزر يا حبيبي يروح يا جزر بس يا رب اسمه جزر؟ ملكش دعوة ايه صح؟ مليش دعوة اصلاً عندي كلبة ومسميها فجلة اسمه حلوة اوي اوي جزر دي يا رب يا مقرب البعيد اجعلها من نصيب يا رب يا مقرب البعيد يا مقرب البعيد ايه يا بابا ده معقولي هتجوزني الرجل ده هو ده معقولي ما تخفيش انا حفضل وراه لحد ما خليه يغضب ويصور واروح قطع حتى من منخيره حاسب يا سيادة السلطان ده باين عليه عنيد ونور فعلاً يتجوز نور يا مقرب البعيد يا مقرب البعيد يا مقرب البعيد يا مقرب البعيد يا رب با ده موزنور وابقى راجل سعيد وابقى قاظم سعيد وابقى قاظم سعيد أمرك يا سعدت باين سلطان بطل هنا سوطك وحش فعلاً أنا صوت وحش اول 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 اتعالي هنا امرك تلتق بي السلطان احنا عايزين ناكل جذع ايو ايس عاتب بي السلطان اصلي دي مش قوان للدزع مفيش جذع دلوقت تحب اجيب لحضرتك يعني حاجة تاني اجيب لك مثلا خيار ارع لا احنا عايزين ناكل جذع اه اه هات اما نشوف بقى حيعمل ايه يا بابا ده فاضل يومين والمدة هتنتهي والحد دلوقتي مش عايز ززر ولا يتنرفز حتى ولو مرة واحد استلى علي دلوقتي حنرفزه وأعطى حلك حتة من ملخيره جزر يا سعد تلبه السلطان جزر جبت جزر ايه يا سعد تبقى جزر تحبه بقى سعد تبقى السلطان تاكلو ايه بقى تاكلوه كده بالبشانيلي ولا تاكلوه مخلل ولا تاكلوه كفتا ده جزر ده ايه يا سعد تبقى السلطان جزر اوه هتغضر تاكلوه ازاي بقى ايه احنا بكنا لحمة لاب هاه 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 وقت اغضابي في mismo روح 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 يا مقرب البعيد يا مقرب البعيد اتجوز نور وابجا رجل سعيد شوف هو اللي هيغضابك يا بابا يا بابا انا خايف عليك انت اللي عصابك تفيت مرة وتزعل وهو اللي يقفعلك منخيرك يقفع منخيري؟ ها، ده بعده الفلاح كذل يا جنب السلطان خليه يدخل وروح انت حضر امرك اسعدة السلطان، امرك اتا النهاردة مطلوب منك تهد الحطة الورانية وتنظف عشة الفراخ وتحمل حصان في الترعة وتروح المحطة ترمي جوابين وترجع وبعد كده تفسح جذر وتقصله شعره وترجع تبني الحيطة اللي هددتها وتروي الغيط كل ده تعمله قبل اديك ما يدن ومالوة سعدت السلطان بس انا عايزة قولة اديك حيدن انت وانا مالوة اشعرفني ما تروح تسأله وخليك فاكر النهاردة آخر يوم لو ما خلصتش الحاجات دي كلها قبل الصياحة ديك مش هتتجوز بنتي وحقطع حتة من مناخيرك لأ إن شاء الله كل حاجة هتخلص إن شاء الله قبل ما يصيح ديك عن إذنك سعادة السلطان عن إذنك قعد هنا يا جسل قعد يا نور يا نور نعم يا باب أنا كلفته بشوخل عايز أسبوع عشان يخلص بعد شوية أنا حنده له تكون إنتي من السخابية وراء كرسي ده أول ما قول تروحي بقلده صوت ديك أنا عارف إنك بتقلديه كويس وبس وبس يعني يا بابا أنا مش فهم حاجة خالص يعني خل الباقي علي وملكيش تعوانتي يا مقرب البعيد يا مقرب البعيد يا رب ما تدوز نور وبجا راجل ساعي إلا قولي يا جسل هتجوز الأميرة نور ولا لا ها؟ ما بترطش ليه؟ طب نانتوق هتجوزه 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 تعال يا سيدي كلم ساعدت السلطان ها؟ هتجوز السلطان عايزني؟ هاي هتجوزه هتجوزه تعال يا جسل واتعوده ها؟ ها؟ إيه الأخبار؟ خلصت إيه لحد دلوقتي؟ رميت الجوابين في البسطة؟ ايوه رميتهم بس مش في البسطة ومال فيه؟ رميتهم في الشارع قدام محطة القطر في الشارع؟ ايوه ما وساعدتك قلتلي إرمي الجوابين دول في محطة القطر ما قلتليش إرميهم في البسطة ايه؟ زي؟ ههههههه footage لا، أبدا اهههههه أهه Beth good وهدت الحطة؟ ايوا هدت حط القصر حط القصر؟ أيوا ما وساعدتك قلتلي هود الحطة الورانية ما هدتش أني حطة بال障بط كدا هو Saber ايه؟ زي؟ ها؟ لا لا أبدا ونظفت عشة الفراخ عشة الفراخ؟ داني نفطتها ووضبتها وخليتها يزج الفل بس اللي فراخ والديوك مرضوش يخشوا فيها بعد ما نظفتها ليه؟ انا شعرت روح سيادتك اسأل الديوك والفراخ ايه؟ زعيد لا لا امدا طب روح كمل شغلك بح قبل اديك ما يقول أه 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 ايه دي؟ ايه دي؟ واني مالي ها؟ تعاله هنا رايح فين بقى؟ ما خلص؟ اديك ايه دان وانت لسه ما خلصت شغلك؟ يبقى مش هتتجوز بنتي وهقطع حتة من منخيرة هو اللي حصل ده يعني صد ايه؟ ما سمعتوش وهو بيقول ايه ده ايه 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 افتكت يبقى ده ديك بقى اللي غرب من القشة ساعة ما نفطتها ومرضيش يخش تاني انا هدور عليك فين ديك يا ديك يا ديك يا ديك يا ديك يا ديك اه ديك اه ديك تعالي يا ديك يا احلى ديك في الدنيا يا اجمل ديك شفته ولا ديك انه هلا بيبع عندي ديك زيك كده جناب السلطان قال اني لازم اتبع ديك فاني لازم اباح ديك ايه يgeht! عايز موت بنتيню اه دي ما هذا القلوبتك دا لايه يا سلطان الفرفاشة والمرح أقطع منخيدي و JENNYAL LEGAL no no! وعد الرجال سف متصلَط على رقابتهم هاااااا.. ما 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 ما.. ما انخير لا يعني أبقى سلطان من غير من خير طيب، نحس كده بقى توفي بوعدك واتجوزني نور ايوة بس هي مش موافقة لا يا بابا، هو معقولة يعني هلاقي واحد زي قاذب دمه خفيف ومرح وشكله جميل ها؟ يعني ياه؟ يعني موافقة؟ ده بعد موافقت حضرتك طبعا يا بابا بكرة التاريخ يقول ان فلاح اتجوز بنت السلطان لانه قدر يكزم غيزه سبعة ايام ايوة ايوة سعدت السلطان عشان كده سموني كازم ههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه ابتسم من فضلك ابتسم وبلش تترسم خليك زينا ونضمينينا وقابل الحياة بوجه ابتسم بوجه ابتسم 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 من فضلك ابتسم وبلش تترسم خليك زينا ونضمينينا وقابل الحياة بوجه ابتسم شوفوا اسمع المراية بتقول ايه الحكاية شوفوا اسمع المراية بتقول ايه الحكاية وتقشك الحلوق ليه يا حبوق فرفش واضحك معايا انا حبك تبتسم وبلش تترسم ابتسم ابتسم من فضلك ابتسم وبلش تترسم خليك زينا ونضمينينا وقابل الحياة بوجه ابتسم بوجه ابتسم بوجه ابتسم اه بوجه ابتسم وانت ابتسم وانت مبوث لما مش حلو خليك مبتسم ابتسم 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 من فضلك ابتسم وبلش تترسم خليك زينا ونضمي لنا وقابل الحياة بوجه المنتزم بوجه المنتزم المنتزم أكلمك بقى شوية عن الزهرة الجميلة اللي هنحطها سوا إن شاء الله المرة الجاية في حوط أجمل زور الزهرة دي أو الكلمة أو الصفة دي مهمة جدا علشان نبقى نجحين ومحبوبين لكن لو زادت عن حدها ممكن تتقلب لضدها والضد بتاع الصفة دي أو عكس الصفة دي كلمة وحشة قوي قوي أنا هقول لكم عليها علشان أقدر بكده أكون ساعدتكم الصفة اللي عكسها اسمها النفاق يعني النفاق يعني نظهر غير ما نبطل لكن الصفة المطلوبة أو اللي أنا بتمنى إن هي تكون عندنا كلنا لازم لما نتصرف بيها نتصرف بيها بأدب وحكمة الصفة دي أو الكلمة دي أو الزهرة دي مكونة من سبع وراءات أو سبع حروف مجموحهم بالأرقام حسب الجدول بتاعنا واحد وتمانين أنا هقول الألف واللام ودول معروفين وحديكوا آخر حرف لأن آخر حرف مهم جدا جدا وحقول لكم كمان إن في حرف قبل الأخير مكرر ومش هقول هو فيه يبقى أول حرف ألف بواحد تاني حرف لام بـ 23 أما آخر حرف فهو الهه ويمكن كلكوا دلوقتي تقولوا ده الكلمة النهاردة هتكون صعب قوي علينا لو أنتوا فكرتوا شوية في كلمة النفاق اللي هي العكس الكلمة المطلوبة وأنا قلتلكوا طبعا عليها فكرتوا كويس قوي وركستوا كده معي هتقدروا تتعرفوا على الزهرة الجميلة جدا المطلوب معرفتها في أجمل الزهور تتعرفوا على الزهور تتعرفوا على الزهور تتعرفوا على الزهور تتعرفوا على الزهور واسح معنا وسحصح بالعلم والمعرفة أقدمنا أجمل صفا بكلام معروف عرقم وحروف لو ترجحها وتجمحها هتلاقي الصفا وانت الموصف ومعدنا الجاي نسمع ونشوف نتقابل كلنا ونفتح قلبنا ونقول تتعرفوا على الزهور 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 تتحي 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 قلبك تتحي تسمع بي مرجح حريق بتقول يلا تنرجح وصح صحي تتحي 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 اشتركوا في القناة